نفسر ثلث مستقبل مجهول لأطفالنا مستقبل القريب هذه الظاهرة خطيرة على مستقبل الأطفال وكذلك مستقبل الوطن بسرعة قام أكيد مستقبل البلد يعتمد على مستقبل الأطفال أطفالنا السيدة هم ماكوا اهتمام بيهم ومتسربين من المدارس وهذه الظاهرة تزداد مدى تقل هي ظاهرة ممكن معالجتها بس للأسف مدى تتعالج كيف نصفها برأيك هذه ظاهرة خطيرة جدا حقيقة أغلب أغلب ما يمكن يشاهدني يمكن نشوف أطفال بعمر الورد وغالبا على موقع التواصل الاجتماعي نشاهد أطفال مثل الزهور يا أما غسل جامس سيارات يا أما بيع الورد يا أما الكلينيكس يا أما وا 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 من هذه الأعمار تحديدا من يقف خلف هذه الظاهرة هل هي ظاهرة منظمة لتدمير أطفالنا هل هي بسبب متابعة قانونية أو بسبب متابعة الدولة المنتوصف لها عدة أسباب هي هاي الظاهرة أسباب اقتصادية وهاي موجودة أنت ذكرتها بالمقدمة الحروب هي أهم سبب لضعف العوائل وما تنتجه الحروب من يتم بالنسبة للأطفال تبقى العائلة بدون معين حيضطرون للأطفال الخروج إلى إلى الشارع للعمل بهذه الأعمال البسيطة اللي تجيب لهم قوت يومهم البسيط أسباب اقتصادية أسباب ثقافية العائلة نفسها نفسها مدى تدرك أنه وبنها من حيترك التعليم يعني شنو رح يصير إليه نأخذ من جمع قانونية هل توجد قوانين تحد من هذه الظاهرة؟ أكو قوانين قانون العقوبات العراقي قانون رعاية الأحداث قانون رعاية القاصرين خصوصا قانون رعاية الأحداث رقم ستسبعين ثلاث قوانين وأصلا العراق داخل فيه اتفاقيات دولية واتفاقيات تخص الطفولة والاهتمام بالطفل وعدنا سرس الطفل الثلاث أطفالنا أجيك بالحديث قانون رقم ستسبعين سنة ألف سمية وثلاثة وثمان مادة أربعة وعشرين من عنده إش قالت؟ ربطة التسول والتشرد بالأعمار اللي دونه 18 سنة واللي تسع سنوات اللي هم أطفال شون ربطتها؟ راح أجيك أي شخص طفل طفل ومن ثمانة عشر عام إلى سن تسعة ومن تسعة إلى جوة اعتبرت عملهم في الشارع نوع من التسول طيب وتحاسب وللأمر عليه مادة أربعة وعشرين يقول يعتبر الصغير أو الحدث متشردا إذا قام بالتسول بالأماكن العامة العمل بأشياء اللي هو فقط يعرفها صبغ تأخذ محكمة الأحداث يجي وللأمر يستلم يشوفه ثاني يوم بنفس المكان طيب ماكو تعهد ماكو جراءات قانونية حد من هذه الظاهرة راح أقول لك يتعهد وللأمر يسلم الطفل إلي أو الحدث يشوفه ثاني يوم بنفس المكان هنا دولة نوع من الأطفال والأحداث اللي يشغلوهم أهلهم اللي يستغلوهم أهلهم هاي قسم القسم الثاني هذا قسم مغلوب على أمره خلي نقول العوائل فقيرة أو المحتاجة أو جوز عصابات منظمة تأجر أبناء أهل هذا الشي بس القسم الأكبر نتاج المشاكل المجتمعية السياسية الحروب عدم اهتمام مؤسسات الدولة الفاشلة في هذا المجال بالطفولة ما يهمهم هذا واضح يسربوا من المدرسة بعد ابنت حتى أقدر أستفاد وأستثمر الحديث معاشكة قانونية نرجع التشخيص الحالة هل هو سوء بالتنفيذ يعني وللأمر يتم القاء القبض على الطفل نعم يجي الوالد يتعهد فهن يوم يرجع أكون خلال بالتنفيذ هنا طبعا أكيد أكيد أكون خلال بالتنفيذ تشخيصة خلال بالتنفيذ قانون ضعيف قانون العراقي موجود رغم كل الثغرات الموجودة بي وعدم مواكب تلتطورات وحقوق البشرية والحقوق الإنسان اللي حاليا تتصدر أكو الدول تتصدر بيها العراق للأسف أنا ما ألمي